كالعادة كالعادة أبدأ دائماً بالفريق الكسبان وهنيجي على الفريق الخسرات أو هنيجي نتكلم عن الفريق الخسرات إن بالنهاردة عمل مباراة محترمة جداً قدام نادي الزمالك مباراة محترمة على مدار التسعين دقيقة مدرب كابتن تامر مصطفى عارف يستغل إمكانياته إلا أكيد أقل من إمكانيات نادي الزمالك بكثير استغل إمكانياته بشكل رائع جداً وبالتالي نجمي الفريق هم اللي سجلوا هدفاء اليوم رفيق كابو المهاجم التونسي الرائع جداً الرائع جداً أنا مش عافي إزاي ده كان بيلعف الدرجة الثانية الموسم الماضي طبيعي ده يبقى في الممتاز ويبدل في الممتاز لأيما وهوب جداً سريع ومميز وفانش الرائع جداً على المرمى رائع رفيق كابو سجل الهدف الأول في ديئة عشرين وكان ليه واحدة رائعة جداً اخترك من وسط دفاع نادي الزمالك من وسط خمس لاعبين وراح على مرمى محمد صبحي وكان هيسجر الهدف رائع جداً بس الكورة خرجت بره المرمى الهدف الثاني سجله علي فوزي في ديئة سبعة وستين فوز اللي شاف المباراة النهاردة هو فوز مستحق لنادي أمبي فوز مستحق جداً لنادي أمبي استحقه عن كل جدارة الزمالك النهاردة مكادش موجود على فترات يعني يا تشتم رائعة الخطورة زي بيقولوا تشتم رائعة الخطورة ما فيش خطورة على مرمى أمبي ولكن تشتم رائعة الخطورة يعني بيحاولوا كده حوالين منطقة الجزاء وأي فريق دلوقتي بيدافع كويس قدام نادي الزمالك يقدر ياخد ثلاث نقاط وبسهولة قدام نادي الزمالك وبسهولة أمبي النهاردة يستحق كل التحية يستحق كل التقدير فريق محترم مع مدرم محترم الكابتن تامر مصطفى فريق متكون من جديد كان عنده بعض تغيير في المدربين بس خلاص أعتقد وجد دلته مع الكابتن تامر مصطفى وبالمناسبة يعني أمبي كان خد في الدور الأول نقطة من الزمالك وخد ثلاث نقاط فيه الدور الثاني أربع نقاط من الزمالك أمبي خدهم الموسم ده من نادي الزمالك وبالمناسبة الموسم الماضي في الدور الثاني فاز أمبي على الزمالك 2-0 وفي استادة الكاهرة برضه يعني شيء مكرر أمبي فيه آخر موسمين زي ما قلت لكم التونسي رفيق كاب واحد من أفضل اللاعبين الأجانب اللي موجودين فيه الدوري المصري مستوى مبهر جدا لعب سريع لعب حريف لعب فنش الرائع جدا شوفوا الهدف بتاعه شوفوا الهدف بتاعه وكان ليه كرة بصراحة كان حلوة أنها تخلص جنب بس شوفوا الأول الجنب بتاع فيه كابو والقطع اللي عمله عشان ياخده السروب شكل رائع جدا والفينش الرائع جدا فيه كرة رائع جدا عدى من وسط أربع خمس مدافعين من نادي الزمالك وانطلق ووسل لمرمى محمد صبحي بس تصوبته أخطاقت المرمى في النهاية لسوق حظه بس أداء رائع جدا ومميز جدا وبصراحة أنا مستغرب لحد الوقت إذا رفيق كابو ده كان بيلعب الموسم اللي فات في دورة درجة الثانية الطبيع الراجل ده يبقى في الممتاز ويبقى في أفضل الفرق كمان الهدف ده بالمناسبة كمان هدف علي فوزي وهدف رائع جدا وعلي فوزي واحد من أهم لعيب انبي وخيرا فعل انبي انه حافظ على علي فوز عشان علي فوز كان عنده عروض كثيرة جدا في السيف الماضي طيب